اهلا بحضراتكم حجز انستجرام لنفسه مكان كبير بين مواقع التواصل الاجتماعي عالميا واصبح المنصة المفضلة لكتير من النجوم والنجمات واصبحوا بيعتمدوا عليه في نشر اخبارهم وصورهم وفيديوهاتهم ولخزاتهم والشخصية والحياتية بشكل دائم لكن بتختلف طرق تعامل النجوم والنجمات مع المنصة هي اللي بيرصدوا كل كبيرة وصغيرة في حياتهم وبيندلوها لجماهرهم وبيحبوا يشاركوا متابعيهم حياتهم لحظة بلحظة في نوع تاني اللي بينشر الصور والفيديوهات بين الحين وتاني وتكون منشوراته بحساب شديد حصد النجوم دول ملايين المتابعين على انستجرام ومن بين جميع النجوم العالميين في سبع حسابات عالمية تجمع اكبر عدد من المتابعين على منصة انستجرام بياتي حساب موقع وتطبيق انستجرام نفسه في مقدمة الحسابات الاكتر متابعة بيحظر حساب بحوالي 573 مليون متابع من جميع انحاء العام وليما يقرب من 7300 منشور من بداية نشأة الحساب يتضمن العديد من التوجيهات والارشدات والمبادرات والتعريفات الخاصة بانستجرام وشركة متا مع اظهار القصص الانسانية المرهمة والتركيز على ابطاله من الطبيعي جدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اكتر شخص يكون يحظى بمتابعين على تطبيق انستجرام وانه يكون في المركز التاني بقائمة اكتر الحسابات متابعة كريستيانو رونالدو رصيده 508 مليون متابع وما يقرب من 3400 منشور اخرها مع منتخب بلاده البرتغال في مونديال قطر 2022 كمان بينشر النجم البرتغالي صور بشكل مستمر من حياته اليومية مع حطبته جورجينا رودريجز وابنائه ايضا واخر الصور اللي نشرها كان عليها تفاعل كبير كانت شرطه وهو بيلعب الشاترانج مع ليونال ماسي نجم الارجنتين وباريس سان جرمان في احد الاعلانات قبل المونديال وزي ما بيتنافس النجم الارجنتيني ليونال ماسي مهاجم باريس سان جرمان فرنسي مع رونالدو داخل الملعب بينفسه ايضا في انستجرام حل حسابه خلف حساب الدوم مباشرة في المركز التالب في حوالي 384 مليون متابع لكنه ما تخطاش الف منشور عنده 957 منشور فقط هو رقم ضئيل بالمقارنة بالنجوم الاخرين وايضا بالمقارنة بالرقم الكبير من المتابعين اللي بيتابعوه بتنافس ماسي ورونالدو النجمة الامريكية تايلي جانر عارضة الازياء وسيدة الاعمال وشقيقة كيم كارديشن اللي بتعتبر الاكثر متابعة في العالم على انستجرام من السيدات الواقع 373 مليون متابع وباكتر من 7000 منشور فبتشارك كيلي متابعيها اطلالاتها المختلفة وصورها الجريئة والازياء الجديدة ودايما بتظهر على حسابها بصورها منفردة وليل جدا لما بيشاركها حد في الصور في المركز الخامس حلت نجمة الغناء الامريكية سيلينا جوميس ورغم الصغر سنها الا انها مش بعيدة كتير عن كيلي جانر فبتحظى بحوالي 373 مليون متابع وقتر من 1847 منشور تحرص على نشر الكتير من الصور والفيديوهات اللي بتوسق لحظتها القاصة من اعمالها ومع اصدقاء خلق النجمة الامريكي دوين جونسون دير روك في المركز السادس حوالي 361 مليون متابع واكتر من 1847 منشور ويشارك دير روك متابعيه تفاصيل حياته وشؤونه الخاصة بالاضافة لذكريات طفلته اخيرا نافس كيم كارديشن شقيقتها كيلي جانر مش بس في عدد المتابعين التحظى كيم ده حوالي 334 مليون متابع حوالي 40 مليون اقل من شقيقتها لكنها ايضا بتنفسها في عدد المنشورات فمن المعروف ان كيم بتنشر الكتير من الفيديوهات والصور الجريئة وتوسق اعلاناتها وحياتها الخاصة وتحديدا مع ابنها دي كانت ابرز سبع حسابات للمشاهير الاكتر متابعة على منصة انستجرام المنصة المفضلة لكتير من النجوم والنجمات انتظرونا في المزيد من التلطيات على تلفزيون اليوم السابع والى انتقاء